مجز لأهم الأنباء أهلا بكم أقام معهد تهيل القادة والأركان في العاصمة عادا حفل تخرج الدفعة الخامسة من طلاب تهيل القادة لقوام 122 دارسا بالإضافة إلى الدورة الأولى لقادة بطاريات دفاع جوي لقوام 30 دارسا وأتلقى الطلاب خلال الأشهر الثلاثة الماضية المعارفة النظرية والعملية والتطبيقية كما تم تدريبهم على مستوته لقادة سرايا وهو ما يساهم في تعزيز قدراتهم وإعدادهم للعمل في الميدان ويرفض القوات المسلحة الجنوبية بدماء جديدة من الضباط والقادة الميدانيين المؤهلين إلى أعلى المستويات وفق مناهج حديثة ومعاصرة لكافة التخصصات نقش رئيس الوزراء معين عبد الملك مع سفير المملكة المتحدة في اليمن ريتشارد بن هاي مستجدات الوضاعي على الساحة الوطنية وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية وأهمية الدعم الدولي العاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبدوره جدد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم للحكومة وجهدها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة شدد محافظ عدن أحمد حامد لملس على أهمية التعامل الإلكتروني لمعالجة الهدر المالي والقصور الإداري لتطوير العمل وتنمية الإيرادات جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمدرية المدريات ومكاتب الأشغال العامة والطرق حيث وكد لملسا الأتمة الإلكترونية تساعد السلطة المحلية على كشف القصور ومعالجة الاختلالات الناتجة عن العمل اليدوي التقليدي في مختلف الدراسات أعلنت ميليشيات الحوفي وصول قيادات إخوانية بينها اللواء عبد الحميد النهري مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية السابق الفريق علي محسن الأحمر إلى صنعاء والتحاقها بالمشروع الحوثي وظهرت تلك القيادات العسكرية في صورة رفقة القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو محمد البخيتي ومعه عدد آخر من قيادات الميليشيات هذا وقال التقارير الصحفية أن هذه الخيانات تثبت العلاقة المشبوهة والتماهي بين عناصر الإخوان في اليمن وميليشيات الحوثي طلب أهالي قرية دار الحربي شرق حيس بمحافظة الحديدة البعثة الأممية أنمها بإدانة القصف الصاروخي المتكرر على قريتهم من قبل ميليشيات الحوثي وآخرها استهداف مباشر لمنزل مواطن قبل أيام وكد لها لأن قريتهم موال عدد من الأسر النازحة وأنها بعيدة كليا عن أي أهداف عسكرية وارتكبت ميليشيات الحوثي مساء الربيع الماضي جريمة جديدة بحق المدنيين في قرية دار الحربي بعد 24 ساعة من زيارة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للإطلاع على انتهاكات الميليشيات واجرائمها المتواصلة ضد الإنسانية نهاية الموجز دمتم في أمان الله